السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات في كل زمان وفي كل مكان وحييكم بتحية الإسلام لكم جميعا وربنا وفقكم يجعل أيامكم سعيدة وجميلة بإذن سبحانه وتعالى اليوم هنتحدث في مؤتمر عن اليمن اليمن هذا مؤتمر يتنظمه الوكالة اليمنية للتنمية في إسطنبول اليمن تحديات العمل الإنساني في اليمن في ظل جائحة الكورونا اليمن قبل الحرب كان فيه هناك 14 مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة الآن بعد الحرب السنوات الماضية أصبح عدد المحتاجين لمثل هذه الحاجات 24 مليون نسمة الأمر أصبح خطير جدا 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 نحن نسمي الكورونا جائحة أنا عندي جوائح أخرى أحدهم جورج فلويد لأن المشكلة جورج فلويد خرجت من أمريكا إلى كندا إلى أوروبا إلى دول أخرى في أقل من ثلاث أسبوع هذا جائحة أخرى اليمن جائحة يعني أخرى سوريا جائحة أخرى وهكذا نحن نتحدث عن مثل هذه المشاكل الإنسانية التي أعتقد أنها مشاكل غير أخلاقية القضية اليمنية حاليا هي قضية جائحة يمنية غير أخلاقية لمن لا يعرف تاريخ اليمن سأتحدث معكم على من هي اليمن وما هو فضل اليمن على العالم العربي وعلى العالم الإسلامي اليمن هم العرب العاربة أصل العرب وأصل العروبة وأصل اللغة العربية فعيب علينا في القرن الواحد وعشرين أن نجد أن هذا الشعب اليمني يعاني هذه المعاناة هذه المعاناة هذه المعاناة من جيرانه اليمن والشعب اليمني كان ليه فضل كبير جدا على بناء كل دول الجوار النهاية التحتية بناء الاقتصاد بناء المجتمع الاقتصاد بتاعه بناء حتى اللي هو الأنظمة السياسية والاقتصادية في مثل هذه الدول قبل أن تصبح دول فكان هناك فضل كبير جدا لأبناء اليمن اليمن على كل دول الجوار بلا استثناء اليمن أيضا بالنسبة للمسلمين يعني هو عيب على العرب أن يروا ما يحدث في اليمن ويظلوا صامتين وعيب على المسلمين أن يروا ما يحدث في اليمن ويظلوا صامتين لأن اليمن هم أنصار أو اليمانيون هم أنصار رسول صلى الله عليه وسلم أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من قال فيهم مصطفى صلى الله عليه وسلم الحكمة يمنية والإيمان يماني والفقه يماني وهم من نشروا الدعوة الإنسانية الإسلامية في مشارق الغرب وما في مشارك الأرض وما غاربها فنجد أن فضل اليمن والشعب اليمني على العرب كبير جدا وفضل اليمن والشعب اليمني على العالم الإسلامي كبير جدا حتى فضل اليمنيين على الأوروبيين كبير بعد الحرب العالمية الثانية أتى اليمنيين كما أتى الباكستانيين والهنود لكي يعيدوا بناء مثل هذه الدول زي بريطانيا وغيرها فلذلك أفضل اليمن على من حولها من جران وعلى العالم الإسلامي والعالم العربي كبيرة 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 فعيب علينا جميعا عيب علينا جميعا عيب علينا جميعا أن نرى ما يحدث في اليمن وأن نظل صامتين ولا نحرك ساكن طيب بعد مثل هذه المقدمة التي تكلمنا عنها ما هو الحل فيه 24 مليون يمني محتاجين مساعدات آنية وفي نفس الوقت فيه حرب قائمة دعونا نضع زي ما تحدثت معكم من قبل أن لكل مشكلة شجرة مشاكل وخريطة الطريق الخريطة الطريق في الحل في المشكلة اليمنية عشر نقاط سأذكرها عشر نقاط سأذكرها وسنعيشها معا جميعا أول نقطة بالنسبة للمؤسسات الإنسانية والمؤسسات الاجتماعية هي التنسيق 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 بين كل مؤسسة وكل جمعية تعمل على مستوى القرية ومستوى المدينة ومستوى المحافظة ومستوى الوطن لا عذر لنا إلا من ننسق مع بيننا بعضنا البعض كيمنيين مؤسسات يمنية ثم مع المؤسسات الدولية التي تعمل معنا في المدينة أو في القرية أو في المحافظة التنسيق أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة من المعلوم من الدين بالضرورة ليه؟ لخفض النفقات وتقليل إهدار الأموال من اليمني في اليمن دي نمرة واحدة نمرة واحدة علينا لزاما علينا أن نقوي المجتمع المدني اليمني لأنه هو المجتمع اللي سيبقى نحن كمؤسسات دولية نأتي ونذهب حسب ما تكون في مشاكل في العالم أما من سيبقى على ظهر الأرض في اليمن فهي المؤسسات الوطنية اليمنية فلابد علينا أن نقوي ونمكن هذه المؤسسات اليمنية وكما جاء في مؤتمر القمة الإنساني الذي عقد في اسطنبول في 2016 التوطين العمل الخيري وتمكين المؤسسات الإنسانية والمجتمعية الخيرية هو أهم من ركائز التي خرجنا بها من مخرجات مؤتمر القمة الإنساني في عام 2016 في اسطنبول النقطة الثالثة أن نبتكر نبتكر وسائل جديدة في جمع المال نحن نريد مال نريد مليارات 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 كان في مؤتمر عقد لجمع المال لدعم اليمن في دولة عربية منذ أسبوعين تقريبا وتقريبا شبه فشل لأن في بعض الدول أحجمت عن المشاركة في مثل هذا المؤتمر نحن بقى كشباب في جمعيات لابد علينا أن نبتكر نقطة الثالثة كيفيات جديدة في جمع الأموال لمساعدة هذا الشعب المنكوب ثم نتواصل مع بعضين البعض أنا قرأت فيه 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 في الأول أنا قلت تنسيق في تواصل بقى تواصل مع بعضين البعض ونتعاون ونبتد نبدي الشركات ليه؟ لأن المال مش مالنا المال ملي شعب اليمني المؤسسة مش مؤسساتنا مؤسسة الشعب اليمني فلابد أن نتكاتف مع بعض ونتواصل ونتعاون ونبني الشركات لكي يقلل إهدار المال من أربعة الشفافية نتبع الشفافية كمعيار محوري وأساسي فعملنا سواء في جميع التبرعات أو في إنفاق الأموال من الخمسة وده في منتار خطورة عدم تسييس عدم تسييس عدم تسييس العمل الإنساني داخل اليمن داخل أي محافظة وعدم انتسابه لأي جهة معينة سواء كانت جماعة معينة سواء كان حزب معين سواء كان ثقافة معينة سواء كان مذهب معين كل هذا باطل لأننا بنتحدث عن 24 مليون محتاج أنا مش هخص في التفاصيل تقارير كم طفل وكم امرأة وكم 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 لكن كثير 24 مليون دولة دولة شعب كبير محتاج هذه التفاصيل فالتسييس يعتبر يعتبر إثم التسييس إثم في العمل نماستة أن نعتمد في التنفيذ داخل اليمن وبالدرجة الأولى على المؤسسات المحلية على المؤسسات المحلية اليمنية فالشريك المحلي اللي احنا من جهة بنقوي شكته بمعنى أننا بننمي قدراته وبنمكنه ونفعله أن نسركهم معنا في إدارة أمور جمعيتنا ولابد أن نؤهلهم ونمكنهم ونجعلهم قادرين على أنهم يكونوا معنا شركاء في إدارة العمل الشباب طاقة الشباب رؤية الشباب حماس الشباب فاعلية وتفاعل الشباب أفكار جديدة فلابد أن نغفل أبدا على الإطلاق دور الشباب في هذه الجائحة داخل المجتمع اليمني هناك جائحتين في اليمن جائحة الكورونا ونحن نعرف ما أثار الكورونا على عالم كله وكيف أوقفت كثير جدا من مسالك الحياة في دول كبرى ودول قوية ودول متقدمة والجائحة الأخرى في اليمن اللي هي الحرب اللي نتكلم عنها والحاجة نمرة ثمانية إشراك المرأة اليمنية أنا أعتقد في رأيي أنا الشخصي المرأة اليمنية هي رأس الحكمة لأن المرأة بخصائصها التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لها تستطيع أن تتعامل مع قضايان الإنسانية بطرق مختلفة فالشباب من جهة والمرأة من جهة والرجال من جهة نكمل التكامل ما بين هذه القطاعات الثلاثة داخل المجتمع المدني داخل المجتمع اليمني التواصل مع كل المسؤولين يعني نقلنا في تنسيق بين جمعيات المحلية وتنسيق بينها وبالمؤسسات الدولية معها التنسيق كذلك مع المحليات مع الحكومات المحلية في كل مكان على مستوى القرية على مستوى المدينة على مستوى المحافظة على مستوى الدولة تنسيق معهم تنسيق معهم تنسيق معهم نمرأة عشرة تكوين مجموعات ضغط ضغط لماذا؟ لأن الحرب منذ خمس سنوات يعني دمرت البلاد دمرت البنية التحتية شردت الكثيرين زادت عدل المحتاجين من 14 مليون إلى 24 مليون في هذه الفترة البسيطة فنقولنا نريد أن نعمل مجموعات ضغط مجموعات ضغط على المسؤولين أنا أقول لكم ما كان يحدث في الماضي في منتصف التسعينيات من قرن الماضي الدول الأوروبية بعد الحرب في العراق عام 1992 قررت أنها تحاصل العراق تعمل حصارة على العراق خلاص حضر لا يوجد أشياء تخش لا يوجد أشياء تخش هذا بالنسبة للعراق تعرفوا الحكومة العراقية كما تقول هذا الحصار هذا الحصار لا يؤثر علينا كحكومة لا يؤثر علينا كوزراء لا يؤثر علينا كمسؤولين إنما يؤثر على الشعب العراقي الحصار الذي عمله قوات التحالف 1992 على العراق أدى إلى موت ما لا يقل عن مليون وإصابة أطفال بالسرطان الأبيض دم الأبيض إلى آخره من الغبار الذري اللي كان بيغلف القنابل هناك إلى آخره وتدمير البنية التحتية من صحة لتعليم لمياه إلى آخره إلى آخره إلى آخره فبالتالي لابد أن نتعلم من التجربة العراقية تعلم من التجربة العراقية والحصار اللي كان مفروض على العراق كما قال بعض المسؤولين في هذه الفترة زي طارق عزيز وغيره اللي كانت الأوازيل الخارجية اللي يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة والفوضى بين المجتمع أي حرب أي حرب ما فيش ناس تخرج فيها منتصرة 100% الخاسر الوحيد في الحرب اليمنية هو الشعب اليمني فإن أردنا إن أردنا إن أردنا أن نقف الحرب لابد أن نضع شروط ليقاف الحرب لأن في الحرب اليمنية أصبح هناك فيه تجار حروب سماصرة حروب مجرمي حروب وكذلك سماصرة حروب تجار حروب مجرمي حروب ومشعري حروب فإن أردنا أن نوقف الحرب لابد أن نوقفها بس بشروط بشروط لأن الحرب في اليمن هي حرب غير أخلاقية غير أخلاقية سقط فيها العرب وسقط فيها المسلمين كثير في ما يحدث في أبناء الشعب اليمنيين فلابد أن أردنا أن نوقف هذه الحرب أن نتابع الذين أشعلوها أشعلوا نار حرب ودمروا البلاد وشردوا العباد نتابعهم زي ما حدث في قضية البوسنة فالبوسنة بعد عشرات السنين استطاع عن طريق المحكمة الدولية يتابعوا ميليسوفيتش كاراديتش ميلاديتش وكلهم أتوا للمحكمة وحوكموا كمجرمي حرب أو كمجرمي الحرب وذات لن يحدث إلا أن وثقنا الجرائم النتي كانت ترتكب في البوسنة وحاليا ترتكب في اليمن فمن هم سماسات الحرب لابد نتابعهم هم الذين تربحوا من الإتجار في السلاح لإشعال نار الحرب ومن هم تجار الحرب هم الذين تربحوا من الإتجار في المواد الغذائية كثير جدا من الواد الإغذائية الفاسدة تأتي للشعوب وتربح منها بعض المسؤولين أو بعض الجمعيات يعني التجار الحرب الذي تربحوا من الإتجار في المواد الغذائية والإغاثية التي كانت تأتي كمساعدات للشعب اليمني أو لأي شعب آخر من الثالثة مجرم الحرب الذين قتلوا الأبرياء بدون حق زي ما احنا شايفين دلوقتي في القضية الليبية في منطقة هنا ماذا وجدوا من مقابر جماعية وكما رأينا من قبل في مسبحة سريبرنيتسا ماذا فعل السرب في مسلمة سريبرنيتسا وقتل منهم ما لا يقل عن 11 ألف إنسان في قل من ثلاث تيام دول لما كان فيه وثائق لذا أنا أقول لك جمعيات ايه يا جمعيات قنني طلعي المعلومات تبعي طلعي أبحاث وأرقام وإحصائيات وأدميها لمحكمة العدلة الدولية نور الأربعة نحاسب أيضا مشعيني نور الحرب ألا نعموا الجهات المتصرعة ويسعون لتقسيم البلاد من الجهات الأجنبية كل هؤلاء لابد يكونوا أصلا نحن نشير إليهم أن هؤلاء لابد أن يحسبوا وإلا لن يحدث السلام لن يحدث السلام لن يحدث السلام فمن شروط إيقاف الحروب في هذه الأماكن سواء كان في اليمن أو غيرها أننا نبحث عن سماسلة الحروب تجار الحروب مجرم الحروب وكذلك مشعلي نار الحروب فعلى المؤسسات اليمنية عمل قوائم بأسماء هؤلاء وإيجاد براهين على ما فعلوه ما فعلوه حتى يحاسب هؤلاء في المحاكم الدولية كمحوسبة مجرمة الحرب في البصنة من قبل هذا هو الذي نريده بناء مجتمع يمني ضغط على مجتمع الدولي العمل إنساني مش مجرد عمل مؤتمر عشان نجمع تبرعات لناس وفي نفس الوقت الناس بتتقتل من كل حتة زي ما كانوا البصنويين بيقولوننا مش عايزين فلوس في التسعينيات مش عايزين أكلكم مش عايزين شربكم مش عايزين نبسوكم وقفوا آلة الحرب اللي كان بيتزعمها السرب في هذا الوقت واللي حصلت ما لايقل عن 250 ألف نسمة 80% منهم من المسلمين والباقي من السرب والكروات فلذلك المال مش هو فقط الوسيلة الوحيدة اللي احنا نسعى لنا حقيقها لكن علينا أن نعمل مجموعات العمل مجموعات الضغط لكي تستطيع هذه المجموعات من خلال الأبحاث والأرقام والتقارير أن تقدم مجرم الحرب وسماسلة الحرب ومشاعر الحرب وتجار الحرب إلى المحكمة الدولية ومحكمة العدل الدولية لكي يستطيع الأمنية سبقت في اليمن ولكن في كل مكان في العالم نحن لا يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان في زل الكعبة كان بيقوله قدسية المسلم كقدسية الكعبة معنا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يظن به إلا خيرا يعني الكعبة في جهة وروح المسلم أو المؤمن في جهة أخرى الكعبة لو هدمت هنرجعني منها تانية لكن الإنسان لو قتل وسحل وعزب ومات وراح تحققه لن نستطيع أن نعطي الحياة مرة أخرى فعلينا يا جماعة أن نتكاتف من أجل القضية الإنسانية اليمن من أجل القضية الحققية اليمن من أجل قضية مناصر الشعب اليمن من أجل ليل سلام لليمن عادل وشامل يبنى على قواعد أساسية فيها محاسبة مجرمي وتجار وسماء الصرق ومشعيد الحروب ليس فقط في اليمن بل وكل مكان في العالم وغزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته